اعتبر القيادي في حماس أسامة حمدان أن اتفاق الهدنة الذي وافقت الحركة عليه يمثل الحد الأدنى لمطالب الشعب الفلسطيني وشدد على أن معبر رفح كان وسيظل دائما معبرا مصريا فلسطينيا خالصا وأن الحركة لن تقبل بأي اتفاق تحت الضغط العسكري نؤكد أن معبر رفح كان وسيبقى بالنسبة لنا معبرا مصريا فلسطينيا خالصا لا وجود فيه ولا نقبل أي وجود فيه لأي قوة احتلال وعلى نتنياهو وحكومته النازية أن يفهموا أن الحركة والمقاومة الفلسطينية لن تستجيب لأي مبادرة لوقف العدوان أو أي صفقة تبادل تحت الضغط العسكري وتصعيد العدوان وأن هذه الأوهام إن كانت في عقولهم ستذهب أدراج الرياح دافع رئيس الوزراء الإسرائيلية عن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في رفح وسيطر خلالها على الجانب الفلسطيني من المعبر الرابط بين قطاع غزة ومصر واعتبر نتنياهو أن عملية رفح ضرورية لتفكيك قدرات حماس وإعادة المحتجزين مشددا على منع حماس من أي دور في الحكم في قطاع غزة نتنياهو الذي أكد عودة وفد التفاوض إلى القاهرة أشار إلى أن مقترح حماس لوقف النار بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية موضحا أنه وجه وفد التفاوض بالتمسك بمطالب إسرائيل أمرت ليلة الماضية بعد موافقة مجلس الوزراء الحربي بالدخول إلى رفح وبغضون ساعات سيطرت قوتنا على المعبر هناك وذلك يخدم هدفين أساسيين من الحرب إعادة محتجزين والقضاء على حماس وقد أثبتنا في الإفراج السابق أن الضغط العسكري على حماس شرط ضروري لعودة المحتجزين السيطرة على معبر رفح اليوم خطوة مهمة جدا على طريق تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية لحماس بما في ذلك القضاء على الكتائب الأربع في رفح وهي خطوة مهمة أيضا لتدمير القدرات الحكومية للحركة وحرمانها من معبر كان ضروريا لترسيخ حكمها في القطاع إسرائيل لن تسمح للحركة باستعادة حكم القطاع أو باستعادة قدراتها العسكرية لتدميرنا